اشتركوا في القناة كل شيء في هذا الكون دال على أن هذا الكون محتاج إلى خالق بديع صوره فأحسن تصويره كل شيء دال على أن العشوائية عاجزة عن أن تفسر أي شيء لكن دعونا نسأل الآن وقد أقمنا الدلائل في كتاب براهيم وجد الله على أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى من خلال النظر في الكون وفي الإنسان دعونا الآن نناقش مسألة أخرى وهي هل الملحد قادر عن أن ينأى عن مفهوم الخرافية في تفاعله وتصوره لكون لن أقول قولا من عندي لن آتي بشيء من تصوره الخاص وإنما سأحيل إلى مقال كتبه ريتشارد داكز موجود على الشبكة العنكبوتية المقال بعنوان لنتوقف جميعا عن ضرب سيارة بيسل بيسل هذا رجل كوميدي مضحك ذلك أنه عندما تتوقف سيارته عن العمل لا يذهب بهذه السيارة إلى الرجل المختص في إصلاح السيارات وإنما يقوم بضرب هذه السيارة وكان لهذه السيارة مشيئة واختيار تختار أن تعمل أو أن تتعطل تختار أن تتوقف أو أن تسير يقول لنا ريتشارد داكز في هذا المقال إن علينا أن نضحك من القادر الذي يحكم على مرتكب جريمة الاقتصاب أو القتل كما نضحك نحن دائما على بيسل وهو يضرب سيارتهم كلام داكز هنا مهم جدا يقول في هذا المقال يقول إن العقوبة مبدأ أخلاقي يتعارض مع فهمنا العلمي لطبيعة السلوك البشري ويقول عن نفسه نحن كعلماء نعلم أن العقل الإنساني وإن كان قد لا يكون يعمل ضرورة صورة مطابقة لعمل الكمبيوتر إلا أنه أيضا محكوم بقوانين الفيزياء وبالتالي فعلينا أن نتعامل مع الدماغ البشري باعتباره يسير ضمن العملية الجبرية الفيزيائية هذا الكلام من داكز كلام خطير جدا كلام يؤدي إلى نفي حرية الإرادة داكز يعلم هذا الأمر ويقرر هذا الأمر ويقول علينا أن نرتقي فوق هذا الفهم البسيط البديد لطبيعة الإنسان لكنه يختم مقالته فيقول يبدو أننا ربما سنكون عاجزين عن أن نستنير بهذه الحقيقة لأننا لم نبرمج على هذه الصورة إذن ماذا يقول لنا داكز باختصار شديد جدا يقول لنا داكز إن الإنسان في دماغه في أفكاره في قيمه في أفعاله في طموحاته في أحلامه في معارضاته فيما يقبله فيما يرفضه فيما ينكره كل شيء يشمل جانب الوعي الإنساني والفعل الإنساني المتحرك بهذا الوعي كل شيء في هذا الأمر هو مبرمج فيزيائيا طبعا هو عليه أن يلتجع إلى هذا الأمر لأنه إنسان يقول بالمذة بالطبيعاني إن الطبيعة كل شيء الطبيعة المدية هذه كل شيء في حين أننا نحن كمؤمنين بالله نؤمن بالروح والنفس ونعلم أن النفس والروح هي النفس اللوامة ونفس تدعو إلى الخير وتدعو إلى الشر غير محكومة بقوانين الفيزياء نعم الجسد محكوم بهذه القوانين لكن الروح والنفس في توشيهها إلى الخير والشر تملك حرية الإرادة والملاحظة لا يؤمنون بالروح والنفس إذن الملحد يؤمن ضرورة كما يقول ضاكز بحرية الإرادة وهي وهم والأخطر من ذلك أن هذا المفهوم حرية الإرادة هو مفهوم تأسيسي لكل ما يفعله الملحد كل كلمة يقولها الملحد كل فعل يقوله الملحد كل قيمة يدافع عنها الملحد كل معارضة للإيمان يفعلها الملحد هي خاضعة لقوانين الفيزياء وغير خاضعة للوعي السليم من هذا الضغط الجبري إذن الملحد يعيش مع الخرافة وعاجز عن أن يتخلص مع الخرافة ومقر أنها خرافة كيف يخرج الملحد من هذا الإشكال؟ يقول لنا ضاكز يبدو أنه لا سبيل للملحد أن يتخلص من هذه الخرافة إذن الملحد نحن كمؤمنين بالله ماذا تنطبنا الملحد؟ الذي يعتقد بالجبرية نقول له إخرص فقط لأنك كل كلمة ستقولها لا تمثل الحقيقة ليست هي إنعكاس الواقع الموضوعي الخارج القائم خارج وعي الإنسان وإنما هي تفاعلات فيزيائية كيميائية داخل الدماغ تقود إلى هذا الأمر حتى تتخلص من هذا الأمر عليك أن تؤمن بالنفس والروح وحتى تؤمن بالنفس والروح أنت تعلم أن عليك أن تؤمن بالله لأنك تقول إنه لا سبيل الإيمان بالروح إلا أن نؤمن بالكتب المقدسة التي تقول إن هناك إله وهناك روح الملحد يعيش الخرافة مدرك له الخرافة غير قادر على تخلص مع الخرافة يسلك في جميع حياته تبقى هذه الخرافة المؤمن بالله نظر في الكون فقال إن هذا الكون لا يستغني عن خالق أخرجه من العدم لا يستغني عن منظم بديع صوره على صورة لا يمكن أن تنشيها العشوائية المؤمن يتعايش مع حقيقة عقلية وعلمية الملحد يتعايش مع خرافة يقر أنها خرافة كما هو قول ريشارد داكنز